لا شك أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بات خطير وفي تقدير الضربات تخطت الميدان يعني إذا قلنا أن هذه الضربات هي ضربات لتليين الهدف عسكريا فأيضا هي لا تخلم البعد السياسي الغاية منها تليين المواقف سياسيا وما يجري في لبنان وفي سوريا ولربما ستحصل تداعيات في العراق لم يكن هناك إجراء سياسيا مرن يوقف هذه عملية التصعيد وعني بالإجراء السياسي المرن هو قبول لبنان بالقرار 17-01 والبدء بخط شروع للتفاوض وما دون ذلك فاستمرار العمليات واضح جدا أنها تتمدد باتجاه الساحة التي تشمل وحدة الساحات وعني بها بدأت في فلسطين ثم إلى لبنان وسوريا والعراق ليست بعيدا عن المعادلة وفي تقديري أنه إذا استمرت لساعات العمليات دون أن يكون هناك مواقف للتهديئة فلا نستبعد أن تكون هناك عمليات في العراق لا سيما أنه هناك نشاط جوي لطيران أمريكي واضح في سماء العراق دكتور أحمد لا مواقف تهديئة ربما مواقف التصعيد هي أكثر ربما اطلعت على تهديد حركة النجباء العراقية باستهداف مستوطنات إسرائيلية ردا على هجمات الثلاثاء والأربعاء على إسرائيل ماذا لو تحقق فعليا هذا التهديد ومآلاته؟ بالحقيقة سيفتح الباب ويمنح إسرائيل فرصة للقيام بعمليات في الداخل العراقي فما نأمل أن لا تحصل مثل هكذا عملية لأننا لا نمتلك قدرة الردع الجوي وواضح جدا أن المعركة معركة جوية تستخدم فيها تقنيات عالية الدقة يعني ما يجري الآن في لبنان هو يفوق الرصد والاستطلاع الإلكتروني هذه نشاطات للأقمار الصنعية القادرة على أن تصل إلى تفاصيل دقيقة جدا في تحديد الأهداف ولذلك الأهداف كلها تصنف أهدافا نوعية فبما أن ما جرى في لبنان قابل أن يتكرر في سوريا ولا نستبعد أيضا أن يحصل في العراق ويجب أنه عندما تكون هناك نوايا للقيام بعمل عسكري أن تحسب النتائج والردود الأفعال التي ممكن أن تحصل لتيجة هذا العمل فقد يكون هناك عمل محدود غير مجدي عسكريا ولكن تداعياته في العراق ستكون كبيرة جدا لا نستبعد فيها لتستهدف المقرات الرئيسية للأحزاب بل أبعد من ذلك ربما تذهب باتجاه زأزعة أركان الحكومة الحالية لأن الحكومة الحالية هي تصنف حكومة الإطار والإطار هو حكومة فصائل فنحن نعمل تحدي كبير جدا ليس عسكريا فحص بل سياسيا كذلك نعم دكتور شريفي صحة الصراع باتت مفتوحة كما قلنا وقابلة لكل الخيارات البنتاجون أبدأ مخاوفه من التحول إلى صراع إقليمي أوسع في حين أكدت واشنطن في ذات اللحظة التزامها بالدفاع عن إسرائيل ومدها بكل ما تستطيع من لربما استراتيجيات ومعدات أمنية وتتحدث في ذات الوقت عن أنها تبذل كل ما في جهدها من أجل حلحلة هذا الصراع والذهاب بالاتجاهات الدبلوماسية أضف لها أنها دائما ما تتحدث في كل هجوم إسرائيلي على أي من الساحات اليوم المستهدفة تقول من أنه لم تقم إسرائيل بإخطارها فبالتالي ما تفسير كل هذه الروايات أو الاستراتيجيات الأمريكية باتجاه المنطقة على وجه التحديد في تقديري عادة الانتشار الأمريكي والتموضع الواضح جدا الذي يفوق تحديات المرحلة هو ضمن استراتيجيات الردع لمنع أي حرب واسعة شرق أوسطيا إذراكا من الجميع أنها منطقة بصالح مشتركة لا سيما للدول الكبرى ولا توجد واحدة من هذه الدول وهذه الدول الكبرى هي تتبنى خيار الحرب المفتوحة وبالتالي الولايات المتحدة تستخدم قدراتها القتالية الآن للردع في التلويح بالردع ماذا لو تمددت العمليات من مناطق وجود حلفاء إيران إلى إيران بحد ذات أنا في تقديري أنه الآن الكل يترقب رد الفعل الإيراني إذا قامت إيران بأي رد فعل عسكري فلا نستبعد فيه أن تشترك كل هذه القوى في توجيه ضربات قاسية في الداخل الإيراني وهي كما قلنا في استراتيجية الردع تقبل الاحتماليا تقبل احتمالية الردع للحلولة دون الحرب أو إذا حصلت الحرب ستكون هناك كثافة في استخدام القدرات لإجهاض أي ضربات قد تؤدي إلى اختلال التوازن للحليف استراتيجي للولايات المتحدة حتى لأوروبا وعلى بها إسرائيل